السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته نشرح لكم اليوم المثال الرقم 10 اللي موجود بالمحاضرة اللي هي Multi Stage ونوضحها بشكل مبسط وبسيط جدا الحقيقة هو يحكي عن انه منظومة التثليج تحتاج الكباسة اتمالتها 100 كيلواط عنده يعني منطين درجة حرارة الغاز ووسيط التبريد اللي هو 22 22 منص 30 درجة مئوية الحقيقة هاي الى 18 يتمثل الحيز اللي برده درجة حرارة الحيز دائما احنا نعرف انه درجة حرارة الغاز هي اقل من درجة حرارة الحيز فاحنا ناخذ هذه مالعلاقة بالمكتوبه هنا ناخذ مينص 30 درجة مئوية التمبريدشر نشيالي um يقدم سينجل كومبراسر كومبراسينج يقل لك يا ابا النهو المرة هو عبارة عن سينجل ستيج و الكنديسر عند 1500 كيلو باسكالب البرجر ما الكنديسر الى 1500 فانا عندي ضغط وعندي درجة حرارة محددة فاذا من السهولة انه احدد مستويات الدائرة اهنا بعدين تحولت الى وخلى بها الانترميديات برجر 600 كيلو باسكالب بيمن بانه استخدم الانتر كولنك بطنون رموفوبل فلاش غاز فخلى الفلاش تانك مجرد انتر كولر وليس فلاش يعني رموفوبل فلاش غاز الضغط فاولا اشتغلها على شغل اه حتى استخرج الامدوت من اللي يحتاجها الى 100 كيلوات فاجي انها اجي في البداية عندي نقص ثلاثين جريت خط مستقيم طلعت نقطة رقم واحد وهنا عندي 1500 كيلو باسكال واحد ونص ميجا باسكال جريت خط مستقيم طلعت نقطة رقم ثلاثة ومن واحد الى اثنيين خط مستقيم ايزونتروبي حسب ما قال لي ايزونتروبيك فاذا هي ايديال بالتقاطع مع الضغوط حصلت على نقطة رقم ثلاثة هنا ساتشوراتد هنا هنا قبل من المخطط طلعت عدي المواصفات انه الانثال برقم واحد تثثمية ثنيين وتسعين رقم ثلاثة اثنيين ميتين وثمانين واربعين ورقم ثنيين اربعمية و تسعة واربعين مع هذا تمتأكدون من الجداول والمخططات اذا من طلعت عدي النقاط ممكن انه احسب الامدوت ار اللي هي قانونها اللي هو الحمل الطن بالطن او بالكالوات على الرفرجراشن افكت طلعنا اللي هي H1-H4 طلعنا هنا مية على هاي الفرق مالاتين طلعت 0.69 693 كالوغرام بالثانية الباور امبوت بالكمبريسر سهلا وعندي الامدوت وعندي H2-H1 طلع الباور اللي هو 39.64 كالوغرام بالثانية من هذا اني عدي موجودات اقدر اطلع الCOB اللي هو 100 كالوغرام بالثانية على الشغل فطلعت الCOB 2.5 اللي هي الCOB 76.9 76.9 تطلع درجة الحرارة من المخططات هس استخدمناها 2 stage عندنا الامدوت هنا باقي نفسها الكمبريسر نفسها والحمل نفسها فتبقى الامدوت نفسها نجي ما نريد نطلع الشغول بالكمبريسر الأول وكمبريسر الثاني حتى نجمعه بما انه الامدوت تبقى نفسها بس المواصفات الانضغاط تغيرت فلازم اصلا نطلعها من المخططات نجي الانترميديت الضغط اللي الثانية هو 600 كالو باسكال فنفس المخطط الأول اللي رسمته 1-2-3-4 مجرد انه اجر خط مستقيم عند 600 كالو باسكال فخليه قاطع ويقاطع الخط اللي بين 1-2 هذا التقاطع التي نتج عده 2-2-2-2-2-2-2-2-2 هذا النقاط الجديدة 2-2 والكمبريسر الأول صار و 2-2-2 النقطة السجوراتي اللي هي الخارجة من الفلاش تانك المتوجهة المن للكمبريسر الثاني اللي هو الانضغاط المال تعدل 2-2-2-2 وهنا الكنديسر نفسه بقى نفسه لانه عدل 1500 كيلو باسكال وهنا نفسها بقت عدل ناقص 30 نجي هسا نطلع المواصفات عدنا 1 و 3 نفسهم باقيات ما تغيرن الات شمالات نستخرج 2 داش و 2 دبل داش و 2 ترابل داش فهس الشغل تغير هنا الان دوت صح ثابته بس الشغل تغير لأنه H2 داش تغيرت فاجينا طلعنا الشغل للكمبرسر الأول اللي هو 21.97 كيلو واط الماسف لوريت للسكند كمبرسر شون طلعنا طلعنا نسوي موازنة الطاقة لهذه المنطقة عنش عدي عندي داخل وعندي خارج عدي 2 داخل و 1 خارج فالواحد الخارجي اللي هو أن دوت 2 في H2 اللي هي دبل داش H2 دبل داش هذا الخارج مننا هذا H2 دبل داش عندي يساوي M.R من الداخل عدي M.R1 اللي هي هاي الـ I1 في H2 داش H2 داش وعدي بعض من الداخل زائد اللي هي M.R هذه M.R في H4 في H4 4 داش اللي هي نفسها H3 أو H4 نفسها اللي هنا هذي هذي شون نطلعها هي هذي هاي M.R2 M.R2 ناقص M.R1 M.R2 ناقص M.R1 كلها ما عدنا مجهول غير بس M.R2 طلعت عدنا M.R2 M.R2 ممكن هسا نطبق المعادلة اللي هي M.R2 في H2 triple داش مينس H2 داش هذا الشغل الثاني كومبراسر الثاني باور الثانية طلعت 17.2 المنظومة المنظومة إذن أدي كومبراسر الثاني هسا لازم أجمعها حتى يطلع الشغل المنظومة كلها اللي هي W الأول زائد W الثاني طلعت 39.17 COP طلعت اللي هي نفسها الرفل اللي هي 100 كيلوات على 39 الشغل الجديد طلعت 2.5 شوية زادت يعني شوية قل للشغل فزادت COP زادت COP مقدار قليل لكنه أكوف الشيء كلش مهم أنه إذا تلاحظون أنه T2 طلعت 28 والترابل طلعت 53 بينما T2 كانت بحدود فوق 72 و73 في وقت فهذه الفائدة اللي هم تحسنت مواصفات الغاز تعجينا إلى كونديسر أقل حصنع نفس النتيجة بشغل أقل كونديسر أقل وكان الفرق بالCOP تقريبا 1.2% وهنا الدرجة الحرارة مع الدسجارج تقريبا أقل 24 درجة مئوية حل هسا السؤال وشوفتو شغل بسيط بس أحاول ترجمة نانسي قنقر